نحن مش ضد أكيد التطور والانفتاح الجيد ولكن هذه التطبيقات المواعدة أو Dating Apps ضد ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا بشكل كبير وأصبحت الأكثر شيوعا حول العالم ولكن رغم زيادة الإقبال عليها إلا أن هناك مشاكل كثيرة قد تنجم عن استخدامها ومنها مشاكل أمنية حيث أن معظم هذه التطبيقات والمواقع تطلب من المستخدمين مشاركة معلوماتهم الشخصية أكيد هذا الشيء يشكل خطر عليهم بالإضافة إلى أن نقاط الضعف في الحماية التي يقدمونها تكون خفيفة حيث يجعل الباحثين عن مواعدة ضحايا محتملين كذلك يبدأ الخطر على المستخدمين في نفس اللحظة التي تم فيها تثبيت أو تحميل هذا التطبيق حيث تتعرض خصوصياتهم للخطر نظرا لأن تطبيقات المواعدة تطلب من الجهاز الوصول للموقع الجغرافي أو اللوكيشن والمستخدم أكيد يعرض لهذا التطبيق أقرب الأشخاص المتصلين حوله وأغلب هذه التطبيقات تمتلك أبواب خفية بحيث يمكن التجسس على الهاتف الذي تستخدمه وهناك خطر من سرقة الهاتف الذي تستخدمه لأن المعلومات الخاصة بك سواء كانت مهمة جدا أو بسيطة ضمن حدود التطبيق يمكن الدخول عليها وفي الدراسة أجرت في النرويج منذ عشر سنوات تم فحص فيها عشر تطبيقات مواعدة في فئات مختلفة تعالج البيانات الشخصية الحساسة أوضحت النتائج أن هذه التطبيقات تم فحصها فقد قامت ببيع بيانات شخصية إلى شركات الإعلانات وكشفت دراسة حديثة أن النساء يتعرض للتحرش أكثر من الشارع عبر هذه التطبيقات لأن معظم وجوه المستخدمين في التطبيقات هذه تكون غير مكشوفة وصعب الوصول للأشخاص طبعا عكس الشارع بمعنى الشخص الذي يقوم بالتعدي صعب الوصول له وقد يتعرض مستخدم التطبيقات إلى الابتزاز الاحتيال أو النصب في حال كان الحساب وهمي وإن كانت حتى مشاركة الصور في الحساب المستخدم سوف تكون عرضة للمشاهدة وأكيد نتيجة لذلك بيكون فيه فقدان للخصوصية والتصرف بها في حال استطاع الآخرين تحميلها كذلك التصرف بها على شبكة الإنترنت وهذا دائما يكون خطر على البنات بالذات في المجتمعات المحافظة طبعا مشاهدين هذه المخاطر قد يشكلها أو يشكوا منها مستخدمون هذه التطبيقات لأن فيها أغراض للابتزاز النصب والاحتيال كما ذكرنا لكن طبعا هذا ما ينفي وجود بعض العلاقات التي نجحت وتكللت بالزواج عبر هذه التطبيقات في دراسة أجرتها جامعة جينيف السويسرية منذ سنوات أوضحت أن خلافا للانطباع السائد يظهر الأشخاص الذين يستخدمون تطبيقات المواعدة الإلكترونية يظهرون ميل للبحث عن العلاقات طويلة الأمد وليس فقط النزوات العابرة